تحليل لوكالة الأنضول فكلما كانت العلاقات بينهما طبيعية لا يشوبها خلافات سياسية كلما كانت أبعد عن وصفها بالاحتلال لكنه في وقت التأزمات السياسية بين الطرفين تجد هذا التوصيف حاضرا وبقوة تتلقفه وسائل الإعلام العربية لتجعل منه قضية رأي عام وتشهد هذه الفترة التي أعقبت الربيع العربي حدارا في مستوى العلاقات بين تركيا ودول عربية اندلعت فيها الثورات واحترم خلالها الأتراك إرادة هذه الشعوب ودول عربية أخرى تخشى من المادة الديمقراطي الذي يهدد حكم الأسر والعوائل الحاكمة بالوراثة ومن ثم شرعت هذه الدول في إطلاق الأقلام والمنابر لإعادة فتح القضية وتقرير ما تزعم أنه حقيقة الاحتلال العثماني للوطن العربي تبنت الدراما هذا الاتجاه فكان أحدث إنتاج لها في هذا المضمار مسلسل ممالك النار الذي صور الوجود العثماني على أنه احتلال نهيك عن عرض حقائق مغلوطة لتشويه التاريخ العثماني كما نشطت مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن وصارت هناك برامج على يوتيوب مخصصة لذلك الحقيقة تقول أولا إن مصطلح الاحتلال العثماني لم يستقدمه أي مؤرخ عربي طيلة حكم العثمانيين للبلاد العربية الذي بلغ حوالي أربعمائة عام في الكتب التاريخية الشهيرة التي تناولت الدولة العثمانية لم تصفها بالاحتلال ككتاب ابن أبي السرور المنح الرحمنية في تأريخ الدولة العثمانية وكتاب واقعة السلطان الغوري مع سليم العثمانية أو ما يسمى آخرة المماليك لابن زنبول الرمال وكتاب ابن إياس المسمى ببدائع الزهور في وقائع الدهور وغيرها من كتب المؤرخين العرب ثانيا بعض المؤرخين القومين العرب هم من استخدموا هذا المصطلح تأثرا بهذه النعرة التي نالت من العرب والأتراك معا في القرن الماضي لذا حق لنا نتساءل هل كانت هذه هي نظرة العرب للحكم العثماني؟ هل كانوا ينظرون إلى العثمانيين على أنهم محتلون؟ ثالثا الحامية العثمانية هي التسمية التي اصطلح عليها العرب في الماضي لوصف القوات العثمانية المرابطة في بلادهم ولتلك التسمية دلالة قوية على أنهم رأوا في العثمانيين حماة لهم خاصة أن المجتمعات الإسلامية لم تكن تقدم رابطة على رابطة الدين فارتبطوا بالدولة العثمانية التي تمثل السلطة الإسلامية الأقوى التي يحتمون فيها من العدوان الأوروبي أنذاك وتتيح لهم الحفاظ على شعائرهم الدينية وعاداتهم وأعرافهم وأما حركات التمرد فلم تكن حركات استقلالية أو انفصالية عن الدولة العثمانية كما يرى المؤرخ المصري عبد العزيز الشناوي بل كانت حركات تزعمها أصحاب عصبيات أو قادة عسكريون أو زعماء دينيون من أدباع مذاهب دينية استهدفوا الانفراد بشؤون الإدارة والمال على أن تكون الولاية الأعم في نطاق الدولة العثمانية على سبيل المثال حركة علي بيك الكبير في مصر والنزاع بين الزيدية والعثمانيين في اليمن هناك شواهة تاريخية تدل على أن العرب لم يكنوا ينظرون إلى العثمانيين على أنهم محتلون مثل تلك الاستغاثات والنداءات التي أطلقها علماء أعيان الشام ومصر لإنقاذهم من الحكم المملكي فقد ذكر الدكتور محمد حرب في كتابه العثمانيون في التاريخ والحضارة ترجمة لوثيقة تاريخية في متحف توب كابي في اسطنبول تحمل رقم 11634 وهي عبارة عن رسالة من علماء ووجهاء وأعيان وأشراف أهل حلب إلى السلطان سليم الأول يناشدونه أن يخلصهم من الحكم الشركسي ويشكون إليه من الظلم وتعطيل الشرعية كما ذكر الدكتور حرب في نفس الكتاب أن علماء مصر كانوا يراسلون سلطان لكي يأتي على رأس جيشه ويخلصهم من الحكم المملكي وهو ما يتوافق مع مضمون كتاب المؤرخ العثماني عبدالله ردوان في كتابه مصر مخطوط رقم 4971 بمكتبة بيازيد في اسطنبول حيث ذكر أن علماء مصر كانوا يلتقون سراً بكل سفير عثماني يأتي إلى مصر ويقصون شكواهم ويستنهضون السلطان لتخلصهم خامساً لنا أن نتساءل كذلك لماذا لم يطلق على الحكم الفاطمي والأيوبي والمملكي في مصر أنه احتلال مع أنها أنظمة لم تنشأ من الداخل السبب أن المسلمين كانوا يعتبرون هذه الدول امتداداً للحكم الإسلامية وأن تغييرها هو مجرد تغيير في النظام السياسي الذي يحكم فالموضوعية إذن تحتم أن توصف هذه الأنظمة بالاحتلال أسوة بالحكم العثماني وإلا فلا سادساً من طبيعة المحتل أنه لا يهتم إلا باستنزاف تروات البلاد التي سيطر عليها فلا يهتم بأحوالها إلا فيما يصب في اتجاه مصالحه الاستعمارية لكن بالنظر إلى أثار الحكم العثماني في الدول العربية يقف الباحث على ذلك المراث الضخم الذي خلفه العثمانيون من أوقاف ومساجد ومدارس وخانات ووكالات تجارية وتكاية وأماكن خربة تم إعمارها إضافة إلى ذلك النظم الإدارية الدقيقة التي فرضوها في الولايات التابعة لهم كما جاء في تاريخ الدولة العالية العثمانية لمحمد فريد بيك والخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك سابعاً مما ينفي أيضاً عن الدولة العثمانية صفة الاحتلال أن طيلة الأربعة قرون التي سبقت عزل السلطان عبد الحميد لم يسمع عن علماء الدين المعتبرين من العرب دعوتهم للخروج على الحكم العثماني وهو أمر جدير بالاهتمام فعادت العلماء أنهم يعملون على تثوير الشعوب ضد المحتلين انطلاقاً من واجبهم الديني تجاه الأمة على اعتبار أنهم قادة للرأي ثامناً طبيعة المحتلين أنهم يفرضون لغتهم على البلاد التي يسيطرون عليها وأقرب مثال على ذلك تأثر الشعب الجزائري باللغة الفرنسية التي فرضت عليهم فرضاً من الاحتلال الفرنسي أما اللغة العثمانية فإنها لم تفرض نفسها على الشعوب الناطقة بالعربية التادعة للحكم العثمانية بل كان هناك تفاعلاً طبيعياً وتأثيراً متبادلاً بين اللغتين بل يمكن القول أن العثمانيين تأثروا باللغة العربية أكثر من تأثر العرب باللغة العثمانية نتيجة لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم أخيراً ينبغي الإشارة إلى أن الحكم العثماني للدول العربية لم يكن على مستوى واحد طيلة الحقب التاريخية فقد مر بفترات من القوة والضعف وفترات من العدل والجور شأنه كشأن الأنظمة الحاكمة ولأن تقييم الحكم العثماني أصبح مسألة نظرية في الوقت الحاضر إلا أن القضية يتم توظيفها سياسياً ضد التحركات التركية الراهنة في المنطقة والرمية إلى حفظ أمنها القومي ويستهدف القوى الناعمة التركية التي تنقل الثقافة التركية إلى الشعوب العربية فمن ثم وجب الرد على تلك القضية الحاضرة بقوة في الخصومة السياسية مع تركيا اشتركوا في القناة